نبدو إياك أستاذ إبراهيم الفساد المستشري بالعراق هل الفساد منهجية معينة؟ الفساد ممنهج انتشارة بالعراق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أبو ضيفك لأستاذ عموار المحترم ومتابعي قناتكم وقرأة حقيقة الفساد هو ليس ظاهرة حديثة يعني قد يكون بعض من ألف وآلفين ثلاثة لا هي ظاهرة قديمة وجودة في عراق وكل بلدان خلنسميها النامية هي تعاني من الفساد أسباب كثيرة والأعلى أبرزها هي غياب التشريعات والقوانين اثنين الروتين القاتل الذي يهي من على موسات دولة من غياب القوانين هو كل القرارات تتخذ في الغرف المظلمة يعني احنا ما عندنا قانون حق الحصوى على المعلومة وهذا القانون طبعاً راح يجيز لك أنت وآني وكل الناس تعرف موازنة الوزارة الفلانية جد لهاي السنة مبالغ مخصصة لها جد المحافظة جد مخصصة لها احنا اليوم ما نعرف مو بهمة قد يعرف مجموعة من الناس ولكن مو كل العراقين يعرفون جد المبالغ المخصصة للمحافظة سين مو جد مثلاً مرصود أنه أنت كمواطن فيما يخص الخدمات الصحية جد عندك فلوس اليوم عن المستشفياتنا جد عندك فلوس يعني جد لاحظ في ذلك لذلك الفساد هي ظاهرة للأسف الشديد بعد 2003 لا تعزت وتنامت ليش؟ أولاً أحد أسبابها هي اللجان الاقتصادية للأحزاب شنو اللجان الاقتصادية للأحزاب؟ يعني أنت اليوم أصبحت الوزارة الفلانية التي تعطى للحزب الفلاني تختزل من قبل اللجنة الاقتصادية من قبل اللجنة شنو يعني معناها؟ يعني أولاً كل المشاريع تروح للجنة الاقتصادية مع الحزب كل التعينات تروح للجنة الاقتصادية مع الحزب طيب المواطن اللي الموحز بيش راح يسوي يضطر يدفع رشوة يضطر يدفع رشوة الشركة اللي الشركة الرصينة القوية اللي عدها تاريخ قوي جداً في الإعمار في البناء في التجهيز هذه حتى تحصل مناقصة وتحصل مشروع شا تسوي تضطر تدفع فلوس للحزب الفلاني المهمن على الوزارة الفلانية إضافة إلى ذلك أكو مفاتيح بالوزارات هاي أستاذ أحمد متعرفة كل وزارة بها مفتاح شن مفتاح أكو شخص هذا هو من الوزارة الوزير مجرد كفر مجرد كفر طيب هذا أصبحت بيئة خصبة للفساد لأن المواطن اليوم يوقف لك على يوقف على الضريبة ويبقى ثلاثة أيام أربع تيام شوه شنو لثلاثة أيام أربع تيام موظف الضريبة البعض طبعاً ما أقول لكل يتعمد حتى أستاذ إبراهيم نعم الرشوة والفساد بالعراق نعم هو نهج مواطن هو نهج مواطن لو هو استحداث حكومي أمر مستحدث حكومياً من أين أجي الفساد؟ من شبير شوكي نعم الروتين يعني أنت اليوم معقول الروتين هذا أداء حكومي لا تسمحني يعني السخوة والمواطنة هو هو مو قرآن علي النزل مو قرآن نعم يعني أنت اليوم أنت استاذ أحمد تقدم على وظيفة أنا وأعرفك حضرتك محامي أنا اليوم كوزارة مطلوب أن يقول لك جيب شهادة المتوسطة ما مطلوب معدي أنت محامي وعضو نقابة المحاميين بعد هذه الأمور أنا اختزلتها نعم طيب الآن الحكومة الكترونية وينها؟ يعني أنا ما أكتب استاذ أحمد خلاص يعني أنا عرفتك بعد موظف وعندك ورجل محامي ومكادورس قانون إذ شاء الله ثانية نعم المواطن بعض المواطنين هم اللي يتعمدون يفسدون المواطنين يعني بمعنى آخر مسؤولية تضامنية مسؤولية تضامنية